مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي الشمس يعني حارة جد جد حارة لاني رشيد شوية دي للمق بالنسبة لها الألاني بيعني مش يقولو قدات عليهم بحرارة ولكن كما كانت شوفوا معايا راهم كلهم مجبنين عامت لما شوفوا راها بحرارة وشوفوا الطريقة باش ينهتوا راها مختال فوحد شوية يعني كي يبانوكم ينهتوا بوحد طريقة اكتر كيف ينتعاملوا مع هذا الموضوع؟ يعني الحرارة؟ يعني الناس عندهم في جميع الدول ستكون عندهم الحرارة مرسى فيها غير كي البلدان أو المناطق اللي كيكون فيهم الحرارة أكثر من بلدان أخرين حان احنا في المنطقة الشرقية عندنا الحرارة في هذا الأيام دي الرمضان المراند الكريم يعني حارة بزاف بالنسبة للأرانيب حسيت بهم أنهم بدوا يتزيروا في هذا الأيام هاي شحام واحد غادي يسموني يعني كيفاش نتعاملوا مع هاد الأرانيب؟ إنه من ناحية ديال الأكل من ناحية ديال الشرب ديالهوم لمن ناحية ديال تغطية ديالهوم مش حال درجة حرارة اللي خصم يكونوا فيها؟ أنا عارب بلأ يعني جميع المربين مبتدئين ما مندومش إمكانيات باش غديدير كليماتيزور مثلا ولا غديدير شي سهوية معه كديرا أنا كدير مع البوسطة يعني الناس اللي ديني مشروع بسيط بحالي أنا إحنا قاعد راوش كيفية التعامل مع الأرانيب؟ أنتم ممكن ما كتشوفوه كتلقاه راه متقي ومي كتتقي سوق في الحمد يالو كتلقاه شوية سخونة ممكن أنكم تستعنوا برشاشات يعني رشاشات باش ديال ما عادي أنكم ترشوهم في شوية ولكن نشي يوميا غديد قوة ترشوهم وغاديد يعني تقطعوا بزاف من الوقت باش كل قطرات قوة جيو ترشوهم إنما كينقادية واحدة وهي الكميات ديال الأكل كيميات ديال الأكل شحاموعد كيمشي كيغلط كيبقى غادي بنفس النهج في الأيام الأخرى وهدا والاحتباس الحراري احتباس الحراري مشي لمعنى دياله أنه يعني من خلال يعني المفرضة دياله احتباس حراري لا يعني أعلى درجة من الحرارة للا مشي هدا والمعنى دياله وإنما الاحتباس الحراري يلمشى هما يعني الجسم ديالهم وصل لواحد درجة ديال الحرارة مرتفعة كيفاش غاديوصلها من خلال الطاقة كيفش هتعطيه هذي الطاقة من خلال الاكل؟ يعني الناس اللي مربين اراني بمخصهمش يبقوا غادين بنفس النهج اللي كانوا غادين بيه من قبل ديال الكيميات ديال الاكل. الناس اللي كيعطيه السيكاليم من الاحسن ما تقصش عطيهن بنهار كامل قاع. الناس عطيهن غير في الليل منيكي برد الحال. انتوما غاديتلاحظوا ان الكيميات ديال الاكل هما مبقوش ياكلوا بزر. ولكني لاحظتوا لماكلها من لابد ما غادي وخاري قوي تسلوا فيها. يمشيوا وياكلوا منها. مني غادي ياكلوا منها غادي هذيك الاكل كيعطيهم واحد طاقة كيسخلهم الجسم دياله. هذيك الطاقة بالاضافة الى الطاقة اللي كينا ديال السي ديال السخانة وديال الساد. يكونوا متأكدين انهم وحد النار قد يجيو كتلقاهم يعني مجبدين ميتين. انتو ممكن انتو ممكن ان تقول باللي الحرارة هي اللي قتلتهم. الحرارة ما تقتلش الارانيب. الحرارة ممكن ان الارنب يبقى بحالكة ميكوش حيوي. يبقى غيم جبد وناعس على الطريقة هذه. يبقى غيم جبد وناعس. ولكن مشي ان الحرارة غادي تقتل الارنب. لا. وانا كما كنت شوفوني داير غي سطح. يعني غي سطح. يعني باني لهم غي سطح انتو ما. يعني داير غي الزنك هاو. ممكن ان نشوف الزنك هاو. رلقاه حامي. يعني ساخن. يعني هذه الحرارة ممكن انها توصل لهم. ولكن مشي يلي غادي تقتلهم. وغادي تقاديهم. لا. هما غي الأشي عادية الشمس ما تكونش ضربة فيهم مباشرة. وصافرة هم زيانية. ما عندك لاش تخاف منهم. تخاف عليهم عفوا. ولكن المشكلة فيك توقع وهو الناس اللي يبقوا يعطيهم كمية دير الأكل. وتسمين عادي. يعني يبقوا يعطيهم يكلو بطريقة عادية. لا. الناس اللي يكي يعطيو ثلاثة المرات. ما يخصمش يعطيو ثلاثة المرات. وما يخصمش يعطيو جويش المرات في النهار. يخصم يعطيو مره وحده في الليل. وما تخافوش عليهم. اره هاك الشي اللي غادي يكلو في الليل. ورا غادي تسترجع الطاقة ديان. إن الليل كيكون الحالة شوية مبرد. ما كتكونش الشمش. وخا يكون الصهد هذك الكيمية دي الأكل اللي غتعطيه منهم رغت يتعيشهم وغادي يعيشوا بطريقة عادية ما تخافهم بتاشي حاجة إذن باس الحرارية وهو زيادة دي الكمية دي الطاقة في الجسم إذا مشت طاقة دي الحرارية كانت في جسم الأرنب على طول النهار يكونوا متأكد أنه يتغلب الصافي ما كيقدرش يحتمل لديك الحرارة بالنسبة للماء يومي ما يكونش بارد بزاف ما تقولوش بالله أنا أعطيهم ماء بارد بزاف من كلاجة هذيك حيضوها خاطئ قدرتوها قدرتوا دعوهم على ديك الأرنب أعطيه الماء من الروبيني عادي يرقدش شوية ديك الماء يعني ما يكونش فيه ديك المبيدات اللي كيكونوا ديرينهم ودك الجافعين اللي كيكونوا ديرينه كيكون الماء كيكشكش في الأول خليه واحد شوية يرقد وعطيه لهم عادي ماء عطيه مش الماء بارد جدا تقولوا لا غادي نعطيهم ماء بارد بش يبرد عليهم لا ممكن أنكم ترشوهم بالماء عادي ترشوهم هكا بواحد الرشاشة يعني غير بخاخ يعني تبخو عليهم شوية تلطف لهم شوية الجو الناس اللي كي ديرو عطني واحد الفرفارة دور تبرد نسم لهم ببرد شوية ماشي مشكي ولكن الاحتيباس حالي هو الموضوع دينا دينا هذ نار وهو الكيميات دي الأكل أعطيهم مرة وحدة مرة وحدة بالنسبة عفوا مرة وحدة في الليل فقط لا غير بالنسبة لكمية دي الأكل ممكن أنكم تعطيو ربع يعني نصف نص دي الياهورس بالنسبة للفرد فرد البالغ أما بالنسبة لأرانيب الصغار هما كنتشوفو هنا لني عاطيهم عاطيهم هوا أدراء ولكن عاطيهم من البارح يعني هادش يرا من البارح هاد الكيميات دي رني عاطيها لهم من البارح وشوفو أنهم مرة ما كلاوش من هفزة يعني كلاو خلاو منه وهما دي برا ما كياكلوش قليل اللي كتلقا كياكلها هادي صغيرة كياكلو ولكن واحد طريقة يعني غي كيتسلة وصفي ماشي كياكل لأنه حس بالجوع يعني ما كتقاش عندهم ديك ديك التهافت نحو الأكل ما كتقاش عندهم رخبة أنهم مياكلوه إذا كما قلنا أشيعة الشمس ما تكونش مسلطة على الأرانيب ديالي مباشرة هادي أول حاجة قصة لكم نو عايشين في الضل ثاني حاجة كيميات دي الأكل قلوا لهم سعطيهم شقاع الماكلة بالنهار ما تعطيهمش الماكلة بالنسبة للأمهات حاولوا أنكم ما تعطيهمش ما تعشروهمش ما تزوجوهمش مع الدكور بايش ما يولدوش في تلك اللقية اللي كتكون سخونة لأن ديك الصغار ما كيحتاملوش زيادة على المراجيل الممكن أنها تحدث الأونثا ما كيبرالهاش الجرح ضغياء في البرد كي كتبرامس كينات ضغياء كتنود صافي كتفقات ردع الصغار ديالها سافيرها مزيان أما بالنسبة للصيف قد تقول قضية صعيبة شوية الناس لي ما عندهمش تبريد يحاولوا أنهم ما يزوجوش الأونثى يخليوها تيفود ديك الموجة ديال الحرب ديال الحلقة ديالنا هي هادي حاولوا أنكم تتعاملوا بدكاء مع مع هدل الفترة هادي تدوز ديال الصيف حلقة ديالنا هي ثالات ما تنسوناش بزير جام تكي ولا زير جام ما تنسوناش الناس لي ما يشاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غديبة بالتعم ديالكم كنشكركم بزير على التعالي قطيبة ديالكم تكي ولا زير جرس باش يصلكم الجديد ديال إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة